تحديث جديد في الصورة المصغرة وحجمها ولكن من وجهة نظر الشخصية بنسبة 100% التحديث ده للفيديوهات القصيرة لأن حضرتك كنت بتفتح الفيديوهات القصيرة عن طريق التليفون سواء بالآيفون أو بالسامسونج ما كنتش بتشوف الصورة المصغرة الخاصة بالشورتز لكن دلوتي الوضع مختلف ليه مختلف؟ ده اللي هتعرفه دلوتي افتح معايا التطبيق الخاص بيك اللي انت بتنشئ بيه الصورة المصغرة مش الخاص بيه يعني انا بجرب بيه الفوتوشوب حضرتك جرب بالتطبيق الخاص بيك لأن كل الطرق تؤدي الى روما وروما هنا انشاء الصورة المصغرة لو جينا مع بعض وعملنا انشاء ونيو جديد حضرتك لو عملت انشاء بالتطبيق بتاعك هيجيب لك نفس الخطوات بتبدأ تختار الحجم الطول في العرض كنا بنختار في الصورة المصغرة العرض ليه العرض علشان تظهر بالشكل ده لكن التحديث الجديد مش كده خالص ليه مش كده خالص هقولك لو جينا عملنا انيو وعملنا جديد واخترنا نفس الحجم ونفس كل حاجة ولكن ما اخترناهاش بالعرض اخترنا هنا بالطول وبدأ نعمل جريد او انشاء عندك زي ما انت عايز انا بجرب معاك اعمل عندك زي ما انت عايز دي تجربة تقدر تعملها باي موبايل ولا اي تطبيق ولا اي ابليكيشن عندك انا بس عشان بشتغل بالفوتوشوب ما عنديش شغل بالموبايل وجينا مسلا نختار الصورة المصغرة الخاصة بنا وننشأها بالحجم اللي احنا عايزينه ونبدأ نحط عليها بعض الحواف الكتابية عشان تكون بالشكل ده مش خليها نورمال احسن مش ينزل ده شوية عشان يكون في شوية ايه شوية اكشن كده اوكي بعد كده اخترناها في النص اخترناها اخترناها هو في النص كده انا انشأت الصورة المصغرة وحبدأ احفظها الاول حضرتك لما كنت بتعمل بالشكل ده كان بيقول لحضرتك اختار صورة بالحجم المناسب اعمل اي حاجة مسلا صورة مصغرة صورة مصغرة اوكي واحمل حفظ واعمل نعم ماشي كده احنا حفظناها خلص الاول لما كنت حضرتك تدخل التفاصيل وتختار صورة مش نفس الحجم الخاصة بالصورة المصغرة ما كانش بيقبل لكن لو جينا نعمل هنا نضغط كده وتختار بص بدأ يكون لها صورة مصغرة علشان يبدأ يظهر على تطبيق الموبايل لو انت بتفتح بصلا تطبيق الموبايل كده اوكي سويني حاجب لك اي صورة اتمنى تظهر بالشكل ده لو باين قدام حضرتك بالشكل ده بص هيبقى في صورة مصغرة برا سويني معرفش هتبقى باينة ولا ايوة الصورة دي انسية هتبقى في صورة مصغرة برا علشان الاول ما كانش بيظهر لحضرتك بالشكل ده ده نصيحة مني لو انت مهتم بالفيديوهات القصيرة تبدأ تعمل الصور مصغرة بالشكل ده وانسى العك القديم ده تحديث حلو من وجهة نظر الشخصية لو انت مهتم بالفيديوهات القصيرة لكن لو انا مهتم بالفيديوهات اللي بالعرض مثلا زي ده هل لو انا جيت هنا وعملت كده واخترت مثلا صورة بالطول زي ده هل هيبقى ايوة قبل وعملنا حفظه مثلا ولكن انا واحد مسك الموبايل لما اجي ادخله على الفيديو ده هشوفه بالطول وجنبه حواف سودا ليه لان الفيديو ده اصلا اختصاصه عرضية مش طولية فهنا لازم تبدأ تفهم ان انا لما اجي اعمل الصورة المصغرة اعملها حسب مقاييس او حسب حجم خد بالك من كلمة دي حسب حجم الفيديو لان حضرتك لو رجعنا هنا وشوفنا مثلا حجم الشاشات المصغرة او حجم الشاشة النهاية واضفنا شاشة النهاية وعملنا فيديو حيظهر بالشكل ده على عكس لان هنا ده مقياسه طولي ده مقياسه طولي ما تقدرش تضيف حاجة كمان كده فيديو كمان اهو خلاص افل ما عادش فيه غير اتنين تقدر تعملهم لكن ده لو جينا اضيفنا في الصورة المصغرة سواني جبنا في شاشة النهاية سواني شاشة النهاية وبدأنا نضيف حيبدأ ينضاف حجم او اماكن كلها فهنا المقياس مختلف فما تعملش نفسك زاكي وتعمل الفيديو اللي بالعرض الصورة المصغرة بتاعته بالطول او الفيديو اللي بالطول الصورة بتاعته بالعرض لان حضرتك كده مش هتستفاد بالتحديث لازم يكون الصورة المصغرة نقياسها نفس مقياس الفيديو من جوه ما تعملش بالعرض بالطول ولا تعمل بالطول بالعرض ده لحد هذه اللحظة اللي احنا فيها بناء على تجربة الشخصية وبناء على بعض الفيديوهات اللي انا بدأت اشوفها عند الاجانب الكلام ده كلام نفسه اول مرة هتعرفه من منشئ المحتوى على اليوتيوب وحنا دايما بشكل مستمر بنكون اول ناشى بنزلكوا التحديثات بالتفعيل الجميع اتمنى اكون قدرت اوضح لك كل حاجة بالتفصيل والتحديثات الجديدة من وجهة نظر الشخصية رمية شوية على الفيديوهات القصيرة اتمنى فيه تحديث بقى لو نزل يا هرايا احنا كل تفعيل الربح بشكل مباشر على الفيديوهات القصيرة مهما كانت المشاهدة على الشورتز او غير الشورتز التحديث ده حيفرح ناس كتير جدا وحيقتل تطبيقات كتير جدا زي التيك توك وغيرها لان حضرتك التيك توك ما بيديش على المشاهدات بيدعى البس مباشر والرقص لكن اليوتيوب لو ادعى على الفيديوهات على الاقل كل تلات فيديوهات يظهر اعلان كل اربع فيديوهات من الشورتز يظهر اعلان والاعلان دي تروح لمنشئ المحتوى يبقى حاجة فلة قوي بالتوفيق لجميع نتقابل الفيديو الجاي في تحديث جديد بس انا شايف ان الموضوع برضو صعب جدا علشان يجين في مقياس مقياس علشان يزبطوا التحديثات الخاصة بالفيديوهات القصيلة الربح من اليوتيوب لان هي ثواني والاعلان مش حيظهر ثانية ثانية حاجات صعبة على فكرة على اليوتيوب صعبة جدا فما تخيل ولكن نتمنى هنا تحصل لانهم اكيد بيفكروا في حاجة احنا ما نفكرش فيها شكرا لجميع دي شركة عالمية يا جماعة